عايزين بسرعة كده قبل ما نخش في القضية اللي انت نفسك تتكلم فيها لأهميتها يعني نبارك للكرة الطائرة للسيدات لعبوا ماتش مع نادي الصيد في ختام الدوري ولكن هي مباراة حصيل حاصل لان كانت البطولة قد حسمت ولكن انتهت منذ قليل بفوز الاهل ثلاثة واحد وتأكيد جدرت بهذه البطولة كذلك في كرة القدم اهلي 2006 تساوى الانتاج الحربي مع نادي الاهلي في كل المعيير في كل المعيير ده ماتش الطائرة الاهلي والسيد في كل المعيير النقاط الموجات المباشرة فارق النقاط الاهلي والانتاج الحربي الانتاج الحربي اسف فانا قلت الانتاج الحربي قلت الانتاج ما يلو انتاج الحربي والاهل تعمل القرعة والاهل يكسبها بس بص يلجأوا لإيه لأنه دي ما بتحصلش كتير الآهل والإنتاج الحرب في 2006 يا جماعة في كرة القدم لأنه دي لقطات من كرة الطائرة النهاردة الآهل والسيد لكن الآهل والإنتاج الحربي يتساوه في رصيد 2006 يتساوه في رصيد النقاط كل واحد 19 ناطر فيقول لك طيب المواجهات المباشرة المواجهات المباشرة متعدلين فيها النتائج الرائحة جاية بينهم متعدلة كل فرقة فيهم سجلت 17 هدف كل فرقة فيهم جي فيها 12 هدف يعني مش حشن 19 و14 فتقولي الأكثر هجوماً لا 17 و12 19 لقطة 19 لقطة 17 هدف 17 هدف 12 هدف حليك تعرف ده لو مش الانتاج الحرب لو حد تاني ما كناش خلصنا لا في دي بالذات كنت هتخلص ونت هتعمل ايه طيب ما كل حاجة متساوية هقول لك جوني أحسن من جونك الاهتمام الفجائي والمبالغ فيه بالنتائج هذه البطولة ده شغل التحفيل 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 وشغل الناس اللي هي شافت من هذه البطولة عوضاً عن حاجات كتيرة فاتتها فكل حاجة دلوقتي أصبحت يعني قابلة للمزايدة والتحفيل واحنا عملين نفقد متعة كرة القدم خطوة بعد خطوة إذا ما شفناش حلول وتحملنا جميعاً من مسؤوليتنا اشتركوا في القناة